موسيقى بعد ذلك التسريب الغبي المضحك والسخيف الذي أضحك الناس عبر شبكات التواصل الاجتماعي على حال الجزائر وأجهزتها الأمنية التي وصلت بها الأمور إلى أنها لم تعد تحسن حتى فبركت خبر ونشر في وسائل الألم هذا الأمر صار مكشوه ومفضوح بمجرد أن قالوا أنه اجتماع عقد في تل لبيب بين أجهزة استخبارات المغرب وفرنسا وإسرائيل وعقد الأمن الاجتماع بالإثنين يوم الثلاثاء كان منشور في وسائل الإعلام الجزائر هذا وحده يكفي بأنه دليل على أن هذا الخبر مفبرك تحدثنا في حلقة أخيرة من حلقات المراقب على أن هناك ضجة وهناك زنزال حقيقة حدث في جهاز المخابرات وحدث أيضا في الرئاسة الذين قدموا هذا التسريب هم ضباط في جهاز المخابرات هل هؤلاء قاموا بهذا الفعل بمحذ إرادتهم أو بإعاز من جهات أخرى هناك من يتحدث بأن هذا الأمر حدث تحبي اتفاق ما بين جبار مهنة وسعيد شينغريحة هناك من يتحدث بهذا الأمر في الحقيقة أنا المعلومات التي عندي أنها مجموعة من الضباط هم الذين أعطوا هذا التسريب للخبر والإكسبريسيون وأنه داخل الجهاز حدث زلزال وأيضا على مستوى الرئاسة نفس الشيء خاصة ما حدث تحديدا مع فرنسا لأنه شوف لو لم تذكر الأجهزة الفرنسية نمر مرور الكرام خذها قاعدة لكن بمجرد ذكر فرنسا وفرنسا بحد ذاتها تدرك بأن هذه المعلومة ما هي إلا معلومة استخباراتية هي غير موجودة ولكن ترى التساؤل الذي يطرح نفسه ماذا يراد منها البارحة خرجت رئاسة الجمهورية ببيان تتحدث فيه عن اجتماع هام بيان ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماع المجلس الأعلى للأمن المصغر خصص لدراسة الوضع العام في البلاد وعلى الحدود شوف هذا الاجتماع خليني راح نتحدث من حيث الشكل لا يوجد شيء اسمه اجتماع المجلس الأعلى المصغر كلمة المصغر هذه غير موجودة نرجع إلى المرسوم مرسوم رئاسي رقم 21 539 مؤرخ في 21 جمادة الأولى عام 1443 الموافق ل 26 ديسمبر سنة 2021 يتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيري إن رئيس الجمهورية بناء بناء وبمقتضى وكذا يرسم ما يأتي المادة الأولى يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيري المادة الثانية يرأس المجلس الأعلى للأمن رئيس الجمهورية ويضم الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة مدير ديوان رئاسة الجمهورية وزير الدفاع الوطني الوزير المكلف بالداخلية الوزير المكلف بالشؤون الخارجية وزير العدل حافظ الأختام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قائد الدرك الوطني المدير العام للأمن الوطني المدير العام للوثائق والأمن الخارجي المدير العام للأمن الداخلي المدير العام لمكافحة التخريب المدير المركزي لأمن الجيش فيه مدنيين وفيه عسكريين هذه التشكيلة عندما تنعقل اجتماع لمجلس أعلى للأمن يترأسه رئيس الجمهورية ومعه كل هؤلاء الأعظم هذا من جهة عندما ننظر إلى الصور لم نجد إلا العسكريين بحضور ضباط آخرين وفيهم فرد واحد هو للابس الزي المدني واحد فقط وهذا المنهوة على حسب المعلومات التي وصلتنا أنه هو بومديين بن عتو مستشار رئيس الجمهورية المكلف بشؤون الدفاع والأمن وأيضا مسير أمانة المجلس لأن هذا المجلس الأعلى الأمن عنده أمانة رهي سير فيها هذا بومديين بن عتو اللي كان عقيد لما كان عقيد كان مدير الإيصال والإعلام والتوجيه ثم بعد ذلك تعين في عدة مناصب منها في 2005 تعين كان مراقب عام للجيش في 2006 تم ترقيته إلى رتبة عميد جنرال فيما تم الترقيته إلى رتبة لواء في 5 جوليا 2012 هو لواء سابق وهذا هو دوره هذا هو المدني الوحيد اللي كان حاضر في هذا الجلس قلت لكم لما ننظر إلى هذا المرسوم لم نجد ولن نجد فيه أنه من مهامه أنه من الممكن أن ينعقد في اجتماعات مصغرة مكان شاري كان يجتمع المجلس الأعلى بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية وفق للحالات التالية في دورة عادية كل مقتضاة الحاجة ذلك مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام خارج الحالات الاستثنائية المسائل والقضايا ذات الصلة بسيادة الدفاع للوطن الاستشارات الاستفتائية المتعلقة بمسائل ذات طابع أضعب الطبيعة أساسية المهم ذكروا أنه يجتمع المجلس الأعلى بناء اجتماعات التهديدات أو الهجمات الخطيرة الموجهة ضد المنظومات التهديدات والمظاهر الماسة بالأمن والطمأنينة كل مسألة أو وضعية أو قضية غير تلك المشارئة إليها لا تكتسي طابعا أمنيا يجتمع أيضا هذا كدورة عادية في دورة استثنائية للبد في إعلان وإنهاء الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المواد 97 و 98 و 99 و 100 من الدستور بحضور رئيس المجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية هذا أيضا دورات استثنائية هذه الحالات اللي يجتمع فيها دورة عادية ولا دورة استثنائية ما كانش اجتماع مصغر ما دروش في المادة هذا أنه هناك حالات يدعو فيها رئيس الجمهورية إلى اجتماعات مصغرة يحضره بعض العناصر وفق ما يريده رئيس الجمهورية للبث في بعض الأمور ما كان الشيء اسمه اجتماع مصغر إذن هذا الاجتماع إذا كان هو للمجلس الأعلى للأمن فهو خارج عن الدستور لا علاقة له أصلا بهذا المرسوم التنفيذي ما كان الشيء اجتماع مصغر الاجتماعات تحضره يحضره كل الأعضاء ومن صراحياته خلي نشوف لكم مثلا المادة الرابعة واش تقول يمكن رئيس الجمهورية حسب ما يقتضيه جدو الأعمال أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس الأعلى للأمن أعضاء آخرين في الحكومة أو مسئولي هيئات عمومية خبراء وكفاءات لتقديم على سبيل الاستشارة معلومات أو عناصر تقدير أو تقييم في مسألة قانونية أو تقنية أو غيرها حول نقطة أو أكثر من جدوى الأعمال بهدف إنارة أشغال المجلس الأعلى للأمن ويلزم الحضور بواجب السر المهني رئيس المادة الخامسة تقول لك رئيس الجمهورية هو اللي يحدد جدو الأعمال ويبلغ ويطلق المشارك الأخر عند الإقضاء المواضيع التي تعنيهم يبط المجلس الأعلى للأمن خلال اجتماعه في المساء المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاها بعد الاستماع العضاء والمشارك للحضور يزود المجلس الأعلى للتنفيذ مهامه بأمانة يتولاها المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن وهذا اللي هو بوميديان بن عدو لما تقرأ هذا المرسوم الرئاسي لا يوجد فيه مادة تذكر اجتماع مسخر ولا اجتماع يحضره بعض الأعضاء بل اجتماعات المجلس الأعلى للأمن اجتماعات عادية يحضرها كل الأعضاء اجتماعات استثنائية يحضرها رئيس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ورئيس المحكمة الدستورية هكذا إذن من أين أتى عبد المجيد تنبون بهذا الاجتماع اللي سماه اجتماع مصغر للمجلس الأعلى للأمن هذا غير قانوني وغير دستوري كل ما في الأمر أنه اجتماع من أجل هذا التسريب هو اجتماع عسكري بامتياز لأن هذا التسريب راه هز أركانهم هز أركانهم حقيقة راه دليل على أعتقد بأن هناك شيء يطبخ داخل النظام فسربوا هذه المعلومة التي زلزلت أركان النظام فاجتماع العسكر وهذه ليست بدعوة معلوماتنا تقول ليست بدعوة من رئيس الجمهورية بل بدعوة من سعيد شينغريحة وحضروه هؤلاء الضباط وجدول الأعمال واحد فقط هي مسألة هذه التسريبات يعني تخيلوا دولة راح يقولك بدين دولة رايحنا دولة مؤسسات ودولة الحق والعدل والقانون ودولة الدستور يجتمع الرئيس وراكم تشوفوا في الصورة أمامكم هذم كلهم ضباط فيهم واحد اللي هذا على أقصى اليمين هذا أراه دائما مرافق لسعيد شينغريحة وهو هذا كان ضمن بعثة المراقبين في جامعة الدول العربية وكان معانا في البعثة والبقية كلهم ضباط وفيهم اللي ليسوا أعضاء حاضروا على هذا الأساس إذن لا يوجد شيء اسمه اجتماع مصغر هذا اجتماع عسكري فقط ليس اجتماع للمجلس الأعلى اجتماع عسكري جابوا فيها رئيس الأركان جبار مهنة لأصلا عضوية راهوا في عضوية المجلس الأعلى للأمن كين ثنين كين المدير العام للوثائق والأمن الخارجي راهوا جبار مهنة وكين المدير العام لمكافحة التخريب هو جبار مهنة حاضر بالقبعتين لأنه مدير العام لمكافحة التخريب حسب معلوماتي ما زالوا معينوهش خليفة لجبار مهنة المهم إذا كان عينوهما عنوش عليه حاجة أخرى الله أعلى وعلى المهم ما في الأمر أن حكاية الاجتماع المصغر راهي باطلة من حيث أبطلها المرسوم التنفيذي المرسوم الرئاسي الذي شكل المجلس الأعلى للأمن وسيره كيفاش يكون أبطله كان إذن ما فيش هذا ما هو اجتماع المجلس الأعلى للأمن هذا اجتماع عسكري القيادة العسكرية اجتمعت بتنبول الجدول الأعمال فقط في مسألة هذه التسريبات وما ينشران مجلس الأعلى قل لك لمتابعة الأوضاع في البلاد هذم عسكر وش ما الأوضاع له لو كان قضية الحدود صحرة ويحموها العسكر والجيجياف وما إلى ذلك ولكن القضية تعلق بأوضاع العامة للبلاد عليها محفظة درش الوزير الأول هذا الاجتماع بدعوة من سعيد شنجريحة ولم يحضر له لا موزير الداخلية لا المدير العام الوام الوطني لا الوزير الأول والشيء اجتماع عسكري مع تبون بسفته القائد الأعلى القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني هذه على ناحية الشكل والأمر عولجت فيه هذه التسريبات الخطيرة والمفبركة لأنها من المفروض اجتمع المجلس الأعلى للأمن في مثل هذه الوضعية كان يجتمع المجلس الأعلى للأمن الحقيقي بكل أعضاؤه وتتخذ فيه قرارات ثلاث دول تجتمع وتلتقي في إتل لبيب من أجل زعزعة الأمن القومي واستهداف مناطق بعينها هذا روح خطير هذا روح يتقطع العلاقات المغرب راكم مقاطعين معها العلاقات إسرائيل راكم لا معنكم بها حتى علاقة مقاطع فرنسا من المفروض تتخذوا إجراء قرارات لو لم تكن هذه المعلومات مفبركة وهؤلاء الضباط اللي فبركوها وضعوا جهاز المخابرات وقيادة الجيش في مأزق كبير مع فرنسا لأنه لو كان الأمر تعلق بأن المغرب اجتمع مع إسرائيل لن يجتمعوا ولن يحكوا في هذا الموضوع أحكاوا لأن الأمر فيها فرنسا وفرنسا تدرك يقين أن هذه طبخة من جهاز المخابرات وراهم حابين يعرفوا وماذا وراء هذه الطبخة إذن هذا الاجتماع المصغر كما سمه تبول وهو اجتماع عسكري بامتياز لا علاقة له بالمجلس الأعلى الأمن ولا شيء من هذا القبيل بسبب هذا الأمر وقد دع له سعيد شنغريحة وجرى فيه الحديث عن عملية احتواء هذه الفضيحة وانقلها لكم إذا لم تخرج السلطات الجزائرية بقرار استدعاء السفير الفرنسي وإعلان قطع العلاقات مع فرنسا فتأكدوا يقيناً بأن هذا الخبر كاد تأكدوا يقيناً أن هذا الخبر كاد لأنه لا يعقل أن دولة توصلها معلومات على دول تجتمع من أجل زعزعة أمنها القومي وتقعد تتفرج ويجتمعوا الاجتماع هذا والكاس يدور وكل واحد يروح للدارب وربما العشف الشراطون فيما بعد إذن إخواني الكرام هذا الاجتماع راه مؤشر على الأزمة اللي راه فيها النظام هذا التسريب وضع جهاز المخابرات والرئاسة في مأزق كبير ورهم يحاولوا بكل الطرق إلى احتواء لأنه من المنطقية إذا كان بالفعل اجتمعوا هذه الدول ومن أجل هذا المخطط من المفروض أن تتخذ قرارات إذا كان أنتم تصنعونا في أزمات مع المغرب وتقولوا المغرب دار ودار ولا يوم قدمتولنا قدمتولنا شيء ملموس هاكم اليوم المخابرة نتاعكم سربت معلومات هيا نعتبر المغرب خلاص لكننا قطعين مع هذه العلاقات لكن فرنسا هل من المعقول فرنسا اللي عندها أصلا أزمة مع المغرب بل الصحافة الجزائرية كانت دائما تحرض في الجانب الفرنسي على المغرب أوهم يتجسوا والمغرب راهم دائر ممارسات في فرنسا استخبارية سيئة أو من ذلك العنوين اللي رح نقر فيها دائما ويوميا حول هذا الأمر إذن إخواني الكرام الدعوة دعوة سعيد شنجريحة إلى هذا الاجتماع العسكري الطارئ هو اجتماع حرب يستعدون فيه لأمر ما الأمر أنه بلا أدنى شك ما بعد التسريب ليس مثل ما قبله تترتب عليه أمور والذين قاموا بهذا التسريب هي مجموعة من الضباط هم اللي أعدوا هذه البرقية وأرسلوها إلى الجريدتين ليس بأمر منروسهم ولا واحد قاعدين الكاسي دور ممكن هكذا وفجأة داروا هذه البرقية أكيد وراها ما وراءها وأكبر شخص رأه في قفص الاتهاء هو الجنرال جبار مهنة على حسب المعطيات المتوفرة لديه إذن اجتماع عسكري أعطاولوا مسمى غير قانوني من أجل احتواء كذبة كبرى نشرتها المخابرات الجزائرية في جرائد وتحولت البلاد بها إلى مسخرة حقيقية فهي الآن لا تستطيع أن تجرؤ على اتخاذ قرارات لتثبت بأن هذه المعلومات صحيحة ولا أي شيء آخر كل ما في الأمر أنها كذبة وهذه الكذبة ستترتب عليها أمور كثيرة جدا واظبروا كلامي جيد